مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد اليوم اللي بش نحكيو فيه على الترتيب الفيفا الجديد للمنتخب التونسي المنتخب الجزائري والمغربي عليش ثلاثة منتخبات هذه مبعثة على خاطر لي لبعضهم بما انو ثلاثة منتخبات يطمحوا باش يقعدوا وقال يوليو في المرتبة الثانية كيف كيف ترتيب الفيفا مهم على الخير خاصة في الترواز زيام تور متع كاليفيكاسيون كوب ديوموند بطبيعة قبل من نحكيو على الترتيب الفيفا نحكيو على المنتخب التونسي بعد الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم ونشوفوا شنو الحاجات اللي اخرجنا بها بعد تزوزمت شويت اضوما بطبيعة قبل ما مشو نشوف الحاجات هذه الكل بالديتائب بعد انتروك انا وصلك الفيديو مرحبا بيك في القناة ابوني روحك وانزل على الجرس باش كون من هم الفيديو جيك نودفيكاسيون ونستنى الدعم متاعكم كيف العادة بالليجام اول حاجة نبدأوا بها فيديو اليوم هو المنتخب التونسي والزوز مباريات ضد موريتانيا مباراة لولا انتصارنا فيها بسهولة ثلاثة سفر ومباراة ثانية سفر سفر حتى لطوى بعد اربعة جولات المنتخب التونسي في المرتبة الاولى بعشرة نقاط بطبيعة جي بعد غينيا الاستيوائية سبعة نقاط زامبيا اربعة نقاط وموريتانيا نقطة واحدة المنتخب التونسي بعد اربعة جولات مسجلين ثمانية اهداف ومانناش قابلين حتى بوتو حصيلة بهية متاع تسجيل كيف كيف معناها احسن دفاع في تصفيات هذه كنحكيو على اخر عشرة متشوات رسمية للمنتخب التونسي مع منظر الكبير عاملين ثمانية انتصارات عاملين زوز متشوات نول صفر ديفات صفر خسارة مسجلين ثمانتاش الهدف وقابلين الا اربعة بوتوات رغم الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه على منظر الكبير نقد كبير وديما نطالبوا باش يبدلوا المدرب على خاطر الفوليوم دو جو نشوفو فيه مش على قد التموحات متاع الجمهورة تونسي وبطبيعة منازم يكون كان واحد منه الا انو قاعدين ننتصروا وهذيك الحاجة اللي قاعدة تشفع يمكن المنظر الكبير والطواب والديع الجريء اللي حاب يسمع اكلام الشعب التونسي مبارش عباد حكينا عليها في فيديوهات اللي فاتوا اللي من هوات الارقام يقول لك مدام ربحين مدام المدربة ذايا لباس عليه دونك بطبيعة المنتخب التونسي والمنتخبات الافريقية الكل ميزانونا زوز جولات في تصفيات كأس العالم دونك ميزانونا زوز متشوات ضد غينيا الاستوائية كيف كيف ضد زمبيا الشهر جاي بطبيعة تشوفوا ليدات ما بعضنا بتصاور دونك عملت دورة وعملت مراجعة للاهدافة اللي قاعدين نسجلوا فيهم معناها المنتخب التونسي ضد المنتخبات اللي لعبناها في التصفيات هذه حابين نشوفوا النوعية متع البونتوات اللي قاعدين نسجلوا فيها وحبيت نخرج باستنتاج بصراحة خلينا نشوفوا الساحة مبعضنا الاهدافة دونك اول هدف سجلناه ضد غينيا الاستوائية سجلوا برون من ركنية دونك بالي ريتير تشوفوا تصويرها مبعضنا اذا اول هدف ثاني هدف في نفس المباراة اللي انتصرنا فيها بطبيعة دونك سخيري يسجل هدف من بعد الدورة من تصويبه دونك لنا نجم نقوله اكس بلوا انديفيدويل نكملوا مع الهدف الثالث في نفس المباراة معناها الخزري يسجل الهدف الثالث من ضربة جزاء دونك حتى لنا فهمة دو بالاريته وتزديده من بعيد اللي هي معناها ما تصيرش كل يوم التزديده دي يزم عندك ملعبية قوين دونك اذا المباراة اللولا نكملوا مع المباراة الثانية اللي هي ضد زمبيا في زمبيا المنتخب التونسي ينتصر فيها ثلين سفر دونك الهدف الاول سجلناه عن طريق ضرب الجزاء سجلوا الخزري كيف كيف الهدف الثاني مش من ضربة جزاء لكن صارت عملية معناها مونسقة مهاش خائبة حتى الطرف دونك الكورة ترجع دوزيان بقى الكورة الثانية بن سليمان ياخد الكورة هذي ويشوتها بلي سار وقتها ببونتو مزيان عالاخر دونك نكملوا مع اهدافهم بعد نخرجوا بالاستنتاج اللي بش نقوله بطبيعة المباراة الثالثة بطبيعة موريتانية انتصرتنا فيها ثلاثة سفر شوفنا البونتو العالمي مسخيري معناها من 30 متر يظهر لي بونتو قوي برشا كيف كيف البونتو الثاني جاء من خدمة وترانزيشيون سريع على الاخر وقت اللي سليتي خرج من يمين أعطاها باس للخزري والخزري دونك حد ساقو مركة البونتو الثاني والهدف الثالث بتبيعة بعد هجمة من اللي سار يخرج معلول يعمل الروتري وكورة تصير درب كما ترجع دوزين بالكورة ثانية ويلاقتها سيف الدين الجزير ويسجل هدف بطبيعة في المباراة الرابعة لم تسجلناش اهداف كما تشوفوا الملخص من الاهداف هذه انه فما زوز بونتوات من تزديد من بعيد ثلاثة بونتوات ديبالاريته زوز بونتوات كورة راجعة ثانية وهدف بطبيعة جاء من خدمة منسقة الخلاصة انه المنتخب التونسي بصراحة عاجز باش يصنع اللعب من اتاك بلاسي الكورة تمشي من ملاعبي للملاعبي تصير دي كومبينيزون دي كومبينيزون دي كومبينيزون يصيروا وبطبيعة الكورة تمشي معناها من رجلسير اللي نحكي عليه في وضعية من وضعيات الاخر اتاكون اللي هو ايماركا صحيح يجبنا نسجدوا الاهداف باي طريقة لكن معناها الاهداف هذه تزيد توري انه المنتخب التونسي مش يصنع في كورة كبيرة ديما نلقاه صعوبة معناها في الفين متر الاخرى ديما فهمة ديشي تكنيك شوى متعلم لعبي يكون غالط دونك الحاجة دي زي من نخدموا عليها خاصة انه كما تشوفوا في المجموعة متاعنا نلعب ضد منتخبات ضعيفة بصراحة ضد دفاعات هشة كنا نخلقوا بنتوات اكثر بجمالية اكثر بكورة مزيانة اكثر ان شاء الله بتبع نخدموا عليها الحاجة دي على خاطر بشي جينا في ترواز جيم تور منتخب عمليق دونك كمنا مع الاهداف المنتخب التونسي نحكي وطاو علشنو خرجنا معناها من الاستاج هذائي بتاع المنتخب التونسي بطبيعة صخيري تضرب استاج هذائي ضربة خفيفة على الركبة بمتاعه بطبيعة صرح وان شاء الله لباس اللعبة ذاي اللي بشي يرجع الفريق وان شاء الله بشي يكور مع فريقه مع المنتخب اللعبة ذاي كيف كيف اللي قيمة التسويقية متاعه ترتفع من 10 مليون يورو الى 13 مليون يورو حاجة مهمة برشة خاصة بالمردودة اللي قاعد يقدم فيه اللعبة ذاي مع المنتخب كيف كيف مع كولون دي ما يختار فيه في اللي كيب تيب تاع البندز ليجا وكنشوفوا مبعضنا هذي هي دونك الليست متاع احسن عشرة جهور قيمة تسويقية الياسس خيري نعيم سريتي دايلان برون وهبي الخزري الى خيري هي وان شاء الله بتبع التوفيق لللاعبة اللعبة ذاي نكملوا مع لاعب اخر من المنتخب التونسي اللي بعض استاج هذي اللي هو وهبي الخزري اللي بعض الاهداف اللي سجلها حتى لطوا اللعبة ذاي هو اللي ثاني اكبر هداف في تاريخ المنتخب التونسي بـ 22 هدف بعد دوسونتوس دونكي كسر رقم دوسونتوس اللي هو 21 هدف بتبيع الهداف التاريخي متاع المنتخب التونسي هو عسام جمعة بـ 36 هدف نفس اللاعب اذي اللي بتبيع مبروك عليه يختاروه في احسن سنلاعب في سنتيتين في شهر سبتمبر بعد تصويت الجمهور بـ 80% من تصويت الجمهور اللعبة ذاي اللي بتبيع حتى تلطوه في سنتيتين في الدول الفرنسي مساجل اربعة اهداف وان شاء الله بتبيعه بالتوفيق لللاعبة ذاي حتى كيف العادة يبدأ هو متقلقي نجم يعطي كان لضافة للمنتخب التونسي كمانا مع المنتخب التونسي والملعبية متاع المنتخب التونسي نحكيه على تصنيف الفيفا الجديد للمنتخب التونسي الجزاري والمغربي بما انه كما قلنا مهم على الاخر التصنيف هذائي تصنيف هذائي اللي بش يشهد معناها تراجع على المنتخب التونسي كيف كيف الجزاري وقفزة تاريخية ونوعية للمنتخب المغربي بتبيعه قبل ما نمشون نشوفوا الترتيب اللي بش يعلنوا عليه بتبيعه اخر شهر نشوفوا اخر ترتيب ترتيب من الخريني دونك سينيغال كان لول افريقي يجي بعده التونس يجي بعده الجزاري يجي بعده المغرب دونك كونكورنس كبيرة برشة بين المنتخبات العربية ثلاثة اللي نحكيو عليها دونك من متوقع انه في الشهر الجاي بعد علان على الكلاسمن في فا انه المنتخب التونسي بش يتراجع زوز مراتب لكن يقعد هو الثاني عربية المنتخب المغربي كيمانا متوقعش يعمل قفزة كبيرة باربعة مراتب شوالي هو المرتبة الثالثة افريقيا والثانية عربيا بطبيعة شوالي قبل منتخب الجزاري ومنتخب الجزاري بيش يحافظ على نفس الترتيب ثلاثين دونك عالمين والرابع افريقين دونك هذا هو الترتيب اللي بيش يسير دونك كما شوفتوا القفزة متاع المنتخب المغربي اللي ولا قبل دونك رغم اللي المنتخب الجزاري شوفناها انتصر معناها بنتاج عريضة دونك هذا مشفعش انه المنتخب الجزاري يوقعت في المرتبة الثانية العربين وكان نتسألوا شنوه الطريقة اللي يحسب بها الفيفا لكلاسمون هذية دونك نحكيوه على قاعدة اللي هي تتمثل في النقاط اللي يحسبها يساوي عدد النقاط السابقة مع ا في ب موان ج اللي تشوفوا فيها قدامكم بطبيعة اه في اللي كرون كما تشوفوا مبعضنا ايت نجم تاخو خمسة نقاط المباريات الودية عشرة نقاط المباريات الودية التي تقام في الفيفا داي بطبيعة خمسة نقاط في خارج ايام الفيفا خمساش نقطة لمباريات مرحلة المجموعات المسابقة في رق الامم وانتي اه ماشي ب هي نتيجة المباراة كان نتيجة المباراة اه بطبيعة واحد عندها الفوز صفر خمسة وسبعين عندها الفوز بركلات الترجيح صفر فصل خمسة اه وقت اللي الفريق ولا المنتخب يعمل تعادل وصفر عنده اه الخسارة كيف كيف نتيجة المتوقعة المباراة هي الفورميولة نشوفوا فيها اه قدامكم وبطبيعة نشوفوا لنا مثال قدامه نجم تقرؤوه اه في عقلكم دونك هذي الفورميولة اللي تعتمدها الفيفا باش تحسب الكلاسمان ويلزم منتخبات دون تحترم هالقاعدة هذي وتمشي اه على حسابها هي كيف كيف فما موقع اخر عالمي يحكي على حضوظ المنتخبات الكل خاصة المنتخبات اه العربية باش نحكيو عليها تونس الجزائر اه المغربية في الترشح لكأس العالم دونك السيتة ذايا وقال لموقع دايلا هو اسمو وي جلوبال فوتبل دونك المنتخب beltgesi اتكاهنوه وبينسبة واحده خمسين بالمائة باش يترشح للكأس العالم في المرتبع تسعة وعشرين من مجموع مية وثمنиш المنتخب كيف كيف في المنتخب الجزائري اه يتكاهنوه باش يترشح بنسبة اربعة وستين في المائة للكأس العالم في المرتبق خمسة وعشرين والمنتخب بالمغربي في المرتبق سبع عشرين بنسبة تخطى سبع خمسين بالمئة احنا نتمنى وكما بتبيع المنتخب التونسي يترشح وبتبيع عليش له المنتخبات العربية الاخرى وبالتوفيق للجميع زراعك على الليف وليستحق هو اللي يترشح وان شاء الله بتبيع عليش ما نشوفوش اكثر من المنتخب في كأس العالم الجاية في قطر الفين واثين وعشرين كذا هو الفيديو متاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ننتظر الدعم متاعكم كيف العادة نشوفكم فيديوهات جاية بسلم